ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل إخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج بقي عندي بالأمس طبعا الأخت أم مروى بارك الله فيها طبعا هي عندها مشكلة مع زوجها ونحن نصحناها فيما سبق وأنا طبعا افترضت بعض الافتراضات مثل كون مثلا الذي يقال عن زوجها غير كذا هي رجعت تؤكد بأن زوجها يمارس أشياء كثيرة وهي لا تريد الطلاق ولا تريد الفراغ وتقول يعني تريد الدعاء الدعاء مبذول لك أخت الفاضلة ولجميع المسلمين والمسلمات بالستر والعافية والعفو ومثل ما قلت لك أخت الفاضلة نفس الوصائل اللي وصيتك فيها التزميها بارك الله فيك حافظي على زوجك حافظي على بيتك رصي بارك الله فيك ما دام عند الزوج شيء من الحياة و شيء من الأخلاق تمسكي فيه لأن زوجك يعني ينكر تارة ويعتذر تارة وكذا فهذه بقايا خير إن شاء الله يؤسس عليها وإن شاء الله يرجع إلى رشده ويترك مثل هذه الأمور الأخت كوثر بارك الله فيها تسأل تقول أحيانا لما نتكلم يعني لما يحصل الحديث و نرجع نتكلم مع الأهل و الأولاد و شيء في مراجعة الأقوال نقول والله قالوا كذا و قالوا كذا و حصل كذا و حصل كذا تقول هل هذه يعني من الغيبة نريد نناقش بعض الأمور أخت الفاضلة بارك الله فيك كوثر شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة ماذا قال؟ قال ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره لا بما يرضى لا بما يكره فأنت أخت الفاضلة تخيلي و أنت الآن راجعة مع أولادك و مع أخوانك و مع زوجك و خواتك أو شيء لما تتكلمين بفلان و فلان هل هذا الإنسان لو كان موجود يرضى هذا الكلام؟ و هل أنت فعلا عندك القدرة و الاستطاعة تتكلمين فيه إذا كان موجود بينكم إذا قلت لي نعم ما فيه شيء ليس بغيبة إذا قلت لي لا ما يمكن أخجل و أستحي و كذا و ما يصلح هذه غيبة يا أخت الفاضلة و لذلك إذا كنت فعلا تقول والله يحصل عند الأهل شيء و كذا أريد أن أناقشه إذا كان النقاش فعلا للوصول إلى حل ما فيه شيء و الله تجمعين أولادك و زوجك تقول الله حصل من أختي الفلانية كذا و كذا شو رأيكم إيش رأيكم إيش الحل إيش كذا مثلا تأخذين حل أما والله مجرد تفريغ و فضفضة يقول واحد أفضفض و تفريغ فقط و تضيع الوقت لا هذه غيبة حرام ما يجوز يا أخت الفاضلة و لذلك أي إنسان عنده مشكلة مع الآخرين أو هو يريد أن يتحدث عن الآخرين إذا كان يريد الحل إذا كان يريد مثلا شخص يعطيه شيء من الخطوات ما فيه شيء أما إذا كان والله مجرد فضفضة و مجرد والله يعني ينفس الإنسان عن نفسه مثل ما يقولون هذه غيبة و حرام و لا يجوز بارك الله فيك كوثر أيضا تسأل تقول بالنسبة للصدقات الجارية تقول أنا أحب أني أحفر بئر لكن تقول ما أجد أحد يساعدني كوثر الله يرضى عليك ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتهم أنت ما شاء الله ناوي الصدقة و ناوي الوقف و ناوي الخير إن شاء الله ستوفقين لذلك أو ترسلين أو ما عندكم جمعية مثلا أو تشرف على مثل هذه القضايا انتقلي لصدقة أخرى الصدقات كثيرة و لله الحمد و المنة و لا تجعلين مسألتك واقفة على مثل هذه القضية يا أخت كوثر طيب فضلوا فضل يا سارة السلام عليكم يا شيخ و عليكم السلام و رحمة الله يا شيخ سألتك على سؤال صيام رمضان الديني أيوه و ما واجبتني عليه يا شيخ كيف سؤال رمضان الدين متى اتصلت أنت أمس نون أمس قبل أمس قبل أمس اللي عندك قضاء 26 يوم 26 يوم و قلت لك باللي أنا مريضة كن سوم نلفش لنطيح ما ننجمش نقاوم حتى للمغرب إن شاء الله أبشر يا سارة إن شاء الله برجع أجيب على سؤالك و عندي سؤال تانية أيوه شيخ كن قوم نصلي ما نصليش واقفة نجلس و ننصلي رجلية يوجعوني كتير و كن قوم نتمش نخدم سوالحي ندور على في البيت و لكن في الصلاة رجلية يوجعوني و لكن أنت تخدمين في البيت و تقومين في البيت و كذا ما عندك مشكلة نعم و شالسبب يعني لماذا يختلف لما تشتغلين في المطبخ و في البيت غير الصلاة و إيش اللي يفرق ما أعرف يا شيخي يا شيخي أنا في مرض التح و عالجت و في المس و عالجت أنا في واحد تسعة ثانيين نمرد يا شيخ نتعصب على أولادي و لما نقنط بزاف الاكتئاب فيها مازال مريح أيها و الرقاية يقولوا لي ساي المس لا يتكلمش كيف نقعد فترة و أنا بالرقية الشرعية طيب طيب يا سار أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب مرحبا أم محمد أم محمد تفضلي في مشكلة أظن عندي في مشكلة تفضلي نادية نعم السلام عليكم يا شيخ و عليكم السلام و رحمة الله الله يجازيك على هذا البرنامج و براك الله و وفيك لا تبسى الخطر فيه الناس عندي مشكلة مع أخي وسأتلك عندي مشكلة مع أخي في الشرع مدخل والدي في الشرع قالي مدخل والدي في الشرع هذة عشر سنوات هذه عشر سنوات م supplied والشارع ما زال خس يحكم عليها ت brukو رشي علي رشي عليها رشي علي الاجواج ي其实 يرشي علي الناس باش يحكم على والدي ضلما هذا خوا حاولت نهول عنده وخبت قامت قليه ما تهوش يبدأ يدربك ولا يدعمك شي حاجة ما خلنش نهوت عنده وحبيت نعبي الشيخ من الجامعة يمامتع الجامعة نهو دناوي هالجمعة ونشوفه نحاوله عليه باش يعني يربيح تالرحمة لا من سيل تالرحم ولا من شروعات ما خلاوني اشياء شيخ طيب نعنصحني يا شيخ لا يخلي كما دعاء نبعي به وما صارت نصلي بها باش تربيه سلك ولدي سلك ولدي ونعروه هذا ما نطربه يا شيخ يالله يا نادي أبشري انصحني انصحني يا شيخ ما شو نعمل كيش نعمل أبشري أهلا وسهلا محمد السلام عليكم عليكم السلام أحضر الله يا شيخ السلام عليكم على جميع عليكم السلام أحضر الله بركاته سمعت الشيخ عندي سؤال الله يخليك يا ربي يطول بعمرك عندي سؤال ممكن أخذ منك الجواب تفضل أخوي تفضل اسأل الله يخليك أنا من فترة من شهرين أنا مرضت جاني مرض وأنا ما أنا من خمس سنوات كنت وصلي وتلقت الصلاة جيت إلى أوروبا تلقت الصلاة أطفالي إذا أصبحوا أمام عيوني مثل الشيطان من شهرين حصل معي مشكلة تغيرت كنت أمشي في الشارع الحياة والدنيا والأشجار والإنسان صاروا أمام عيوني سوداء وصفراء وحمراء أرجوك مساعدتي يا شيخ أرجوك لوجه الله تعالى إن شاء الله يا محمد أبشر أبشر يا مرحبا حياك الله خالد خالد السلام عليكم عليكم السلام يفارك يا شيخ مرحبا خالد عندي أربعة أشغلة تفضل هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ طيب السؤال الثاني ما حكم طرقعة الأصابع في الصلاة السؤال الثالث ما حكم الصلاة بالملابس التي احتلم بها السؤال الرابع ما حكم من يريد أن يغير مذهبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة والعجل شاء الله يا خالد أشكري أسير مرحبا أبو محمد أهلا عليكم الشيخ عليكم السلام طيب العمل بالسؤال واحد يعني سي رمضة السشار بنا تفضل طيب بالنسبة حين لله طبعا الدولة عمنا وجهة بالنسبة مع المثولين والمثولات يوم يطلبهم كثيرا نحن ما نتعامل معهم ولأننا نعينهم أسيرهم يعني خلوا يعني شرى الوظيفة أو ديدناهم التسول فالآن إذا حد زجر حد من هذين هل رأي تكون تحت في الآية اللي تقولوا أما السائلة فلا تنهر أو أنه رح يأخذ عليه شرعا يعني الزجر بمعنى خلاص يعني لهم طويل عمنا يعني سابنا بينك الشيخ يعني يبطفرون بالواحد تلاقيهم في المسيد وتلاقيهم عند باب البيت تلاقيهم ويستعملون عندهم مع الأطفال فهل الزجر هم لأنك توجيه خلاص نحن تعبنا بالتوجيه أنا بالآن الشخصي أنا سأدم توجيه أني أنا أبلغ للحكومة أنهم تأخذهم يغمضوني أقول حرام يعني في قلبي يعوّرني عنهم لكن إذا زجرتهم هل هذا الشيء يكون تحت شتمه اللي هو هذا فأوام السائلة فلا تنهر إن شاء الله محمد تسمع الجواب دارك الله مرحبا مرحبا أمال السلام عليكم شيخ ولكن أنا استحيت يعني كنت من الحياة يعني لم أصوم رمضان كله الآن أريد أن أكفر عن هذا الذنب أي هل أصوم شهرين متتابعين لكل يوم فطرته ولا شهرين متتابعين لكل أيام اللي فطرتها لم أتذكر عدد الأيام على عشرة خمسة لا أتذكر شاء الله يا أمال أبشري شكرا أهلا وسهلا عفوا أم عبد الله السلام عليكم السلام عليكم الله بالخير فضيلتك السلام ورحمة الله الله يخليكم الله يحصدكم يا ربي يا مرحبا سؤالين ثلاثة فضيلتك فضيلتك الشيخ الصلاة الضحى هل في بده من الساعة 8 أو 9 أو 9 ونص يعني أو 10 إن شاء الله إن شاء الله إذا استقال الثاني الشيخ أنا كان عندي مبلغ سوية فلوس عيالي يعطوني وزوية لكني ما ألعى فيه كثير الشيخ أخلي في البنك فحصيته بنك إسلامي المسرع في بابي الإسلامي فأيو مثل حجية ولا يو مثل عمرة الحمد لله أصحب كل العيال فحبوا لي ويعطوني الهنسات يوم ما رحتنا سافرت داخل الهند شوية وفي حوصات وهاكذا كان قولي أمي اللي بني زايدة فلوس 500 و 3 ريال فأتي صحبه لي بسرعة حتى مصر ولو مصر في الإسلام أنا الشيخ ما أحب يعني ما أضعها في المرة بس نستيت وعطيتها يوم سافرت بني ما بنيت صدقتي ولا من عندي بس اللهم بس كده أعطيتها يعني واسماني يجيت فيها أني هذا اللهم أني صدق عني ولا عن أهلي ولا أنا أعطتيها من؟ أعطيتها هناك فقرة يعني فقرة طيب في الهند الشيخ واضح واضح لكنه مصر في أبو ضبي الإسلام قلت يوم أنا مابا بس الحمد كفاية الفلوس الذي أنا يعطه لعيالي واجمعها بس توفير يعني أنا مابا الحمد لله واضح مع عبدالله عندك سؤال باقي هي التالي فضيلتك أنا عندي ختم من الوالد واخوي عبيضي يعني الحمد لله أزورهم وسير لكني حيانا تعرف أنا ما أحصل فرصة عيال وعيال وكده كله بالتيلفون موجودين عندنا بنفس المكان يعني لكني ما يعني التيلفون 24 ساعة يومي أحياني كده شخبار الشيختي بخير الحمد لله وتواصل معاه مرة واخوي بالتيلفون وزورهم لكن هل علي شيء ولا شيء فضيلتك شالم عبد الله تسمعي الجواب إن شاء الله الله يخلي نكتفي أم ياسر يلا آخر آخر تصال من الجموع هذه فضليم ياسر السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك ياسر مرحب أختي أنا عندي سؤال تفضلي ياسر لك أنا عمري 85 سنة ما شاء الله ومسوي دسك ثلاث ومسوي عملية القلب المفتوح ومسوي عملية المرارة وبصلي وانقعد على الكرشي يعني ما بسجد عليها بقوم وقوم في الكرشي أصلي ما تقدر انت تسجد على الأرض ما بسجد على الأرض على الكرشي وانقعد طيب بعدين بعدين بعد صلي الفرض بانسه بعيده اثنين مره ايوه بعود يعني سجد السهو سجد السهو مش عارف يعني شو أسود أبشر يا مياسر تسمعين الجواب إن شاء الله الله سلم وارد علي مرحبا مرحبا أخت طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة الأخت سارة بارك الله فيها تقول بأنها يعني كان عليها الصيام 26 يوم طبعا تقول هي سألتني قبل حسب ما ذكرت بأني ما أجبتها تقول بأن عليها الصيام 26 يوم تقول مرت ولم أستطع الإكمال الصيام تقول ماذا علي في مثل هذه الحالة في سؤال الثاني الأخت سارة أوضحت بأنها تعاني مسا وسحرا وشيء من هذه الأشياء التي تسبب لها الاكتئاب وتسبب لها شيء من هذا القبيل تقول بأنها تصلي أيضا جالسة أحيانا تقول لما أجل الصلاة أصلي جالسة لما أشتغل في البيت أشتغل بشكل طبيعي أخت سارة بارك الله فيك أولا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسن وصفاته العلا أن يبعد عنك الشر وأن يزيل عنك ما تجدين وتحاذرين الأمر الثاني بارك الله فيك عليك بالتعلق بالله جل وعلا والارتباط به سبحان وتعالى والحرص يا أخت الفاضل على تحصين النفس والذات لسيما في أذكار الصباح وأذكار المساء المحافظة على الفرائض ثم النوافل كثرة ذكر الله على لسانه كثرة قراءة القرآن فإنها سبب معين بإذن الله جل وعلا سبب معين بإذن الله جل وعلا على قضية ذهاب هذه الأشياء التي تعانين منها يعني قضية العين والسحر كما ذكرت والمس وغير ذلك من الأشياء الأمر الآخر ما يتعلق بالأيام أيام الصيام التي تركتها 26 يوم هذه في ذمتك الآن ذمتك مشغولة بهذه الأيام تقولين والله أنا ما أستطيع أبدا الواقع يفيد بأنك لا تستطيعين لأن أنت تصومين رمضان حسب ما ذكرت فالصيام رمضان هذا الدليل على أنك تستطيعين أنت عندك مشكلة وهي مجموعة أوهام خيالات تعب أيضا تعانين منه ولذلك تشعرين بأنك ما تستطيعين لا وهذا غير صحيح هذا الكلام غير صحيح ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك أنت تستطيعين في أمر آخر وهي العزيمة مع التوكل على الله وتفيد الأمر إلى الله العزيم يكون عندك عزيم لأن الشيطان دائما الشيطان يحرص على أن يوهن الإنسان يضعف الإنسان يحاول أن يجعل الإنسان يفتر ويكسل ويصيبه الفتور بدليل أنت تشتغلين في المطبخ وفي البيت ما إن شاء الله بشكل نشيط لما تجين الصلاة تكسلين تقول ما أستطيع أصلي قائمة أصلي جالس هذا أكبر دليل خاصة أنك شابة فيما يظهر لست بمرأة كبيرة هذا أكبر دليل على أن الشيطان متسلط عليك بالوساوس بالأوهام بهذه الخيالات بالأشياء هذه ولذلك مع التوكل على الله وتفيد الأمر إلى الله عز وجل يكون عندك عزيمة يعني مثلا أنت الآن أظنكم ما صليت العصر بعد هناك أنت الآن إذا جاء صلاة العصر يقول سأصلي واقف سأصلي واقفة وتصلي واقفة توكل على الله عز وجل ستجيني النشاط يجي المغرب يجي العشاء تصليناها واقفة تصليناها كاملة ما تصليناها جالس بارك الله فيك ولذلك لابد من العزيمة هذه أيام رمضان ذمتك مشغولة متى ما إن وجدت فرصة تقضين هذه الأيام تقضينها ولا تطعمين لا ذمتك مشغولة بالصيام لأنك لست عاجز العجز الكامل هذه مجرد يعني مثل ما ذكرت قبل قليل وترد أوهام وترد قد يكون شيء من السحر وإن الله أعلم قد يكون وقد لا يكون يعني أحيانا من كثرة ما يسمع بعض الناس سحر هنا ومس هنا يتوهم بأنه في شيء وما في شيء لماذا؟ لأنه يبدأ يربط هذا بهذا يقول الله سمع أن فلانا تعاني من كذا وكذا ها أنا وعاني إذن أنا فيه مس لا ما يصرح هذا ما يصرح ولذلك اخت الفاضل بارك الله فيك يجب عليك أن تتوكل على الله تفوض الأمر إلى الله وأن إيش تجتهدي الآن ربنا عز وجل قادر على أن يرزق الناس كلهم وهم مستلقين على أسرة على ظهورهم على الأسرة لكن الله عز وجل طلب منهم العمل طلب منهم العمل ألم ترى أن الله قال لمريمي إليك فهز الجذع يصاقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب كل شيء له سبب فأنت يخطر الفاضل لابد يعني الإنسان يقول يا ربي عني وكذا هو ما يعمل ممعقول فأنت مع التوكل وتوفيض الأمر والاستعانة بالله وكثر الذكر الله صلي قائمة اجزمي على قضية أنك تصومين غدا مثلا خاصة لأيام الشيطة الآن عندكم الجو بارد والنهار قصير وتستطيعين بإذن تقضيل هذه العزيمة التي عند المسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف القوة ليست في قضية الطاعة والعبادة كذلك القوة في البدن كذلك القوة في العزيمة وفي الإرادة هذه مهم جدا بارك الله فيك يسارة نادية من الجزائر تقول بأن يعني هي أظن ذكرت مشكلة قديمة بين أخوها وبين ولدها يعني صار عمل ولدها مع أخوها وصارت مشكلة بينهم يعني بسبب خسارة وكذا تقول الآن دخلنا إمام الجامع وكذا يظهر هذه من النصائح أنا اللي قدمتها للأخت نادية تقول ما استفد يا نادية بارك الله فيك لا يلزم بالضرورة أن الأمور تحل كلها مئة بالمئة ما يلزم يا أخت الفاضل إذا كان أخوك يعني عنده تشنج وعندها يعني انفعال وعصبية يعني أحيانا تحصيل أقل الخسائر هذا منهج منهج شرعي أيضا يعني عندنا في الشريعة مثلا الأصل تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد كلها أو تقليلها يعني إذا المفسد أمامي ما تندفع كلها أقل شيء أنني أقلل منها ولذلك تقليل المفاسد مثلك شرعي أنت يا أخت الفاضل عندك أخ وعندك ابن صار بين أخوك وبين ولدك اللي هذا خالة مشكلة أنت لكي سنوات وأنت تجتهدين في الإصلاح هو خال الولد يسبه يتكلم عليه يعني يفضح عند الناس يقول أكلني وسرقني وفعل 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 طيب أنت حاولت الإصلاح ما استطعت دخلت إمام الجامع ما استطعت الآن تريدين تدخلين أنت في مشكلة يعني تريدين أنت فعلا تدخلين هذه المعركة ولا تكونين في منأة كني في منأة يا أخت الفاضل هذا مهما كان يبقى أخوك كما أن هذا ابنك فيا أخت الفاضل ليس بالضرورة أنه لازم والله يصطلح ابنك مع خاله أو الخال مع مع الابن خلاص يعني كل شيء لحدود أنت تشوفين الوضع أمامك وضع متأزم وضع واضح صعب جدا حاولي أنك تبقين على مثل ما يقول أنتم سكين العصر من الوسط تبقين على صلة أخيك معك وابنك عندك ابنك معك فما في داعي يا أخت الفاضل أنك تعطينا الأمور أكبر من حجمها أحيانا بعض الناس لما يبالغون في المسائل وفي الأمور يخرجون عن خط الاعتدال ربما يتسبب بالضرع على أنفسهم فتركي يا أخي أحيانا ترك الإنسان خاصة الذي عنده غضب وعنده حمق وكذا تركه يهدأ حقيقة يمثل نصف العلاج لأن هذا معمور الوقت يتهدم كثير من البنيان الباطل في نفسه ويبقى شيء ممكن يصرح للنقاش ويصرح للحوار ويصرح للمناقش في أخو أخت الفاضلة بارك الله فيك لا تجعلين قضيتك في هذه الحياة هي والله مشكلة أخوك مع ابنك عندك قضايا كثيرة عبادة الله طاعة الله قيام بحقوق زوجك وأولادك حقوق أرحامك قراءة القرآن ذكر الله عز وجل يعني أنت الآن أنا تذكرت من تصل عليه من أشهر طويلة معقول كل هذه الأشهر شغلك الشاغل وقلقك الساهل هي هذه المشكلة صحيح مشكلة هي مشكلة لكن لا تنتهي الدنيا ولا تقف عندها هذه المشكلة فتركه وقل لي لابنك خلاص خالك هذا اتركه خلط طريق آخر وإذا شفت ليش لأن خاله واضح أنه إذا شاف ابنك يتوتر وينزعج وينفعل لأنه تسبب له بخسارة وغير قاصد المسكين ما قاصد هذا السوق السوق نبعه خسارة فأخت الفاضلة بارك الله فيك هدي الأمور أخيكي حافظي على ابنك قادر المستطاع اللي تستطيعين افعليه اللي ما تستطيعين ما كلف كله عز وجل العمل طيب عندي فاصل قصير نروح لثم نعود إليكم بحول الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون حياكم الله من جديد محمد من ألماني يقول يعني من شهرين مرض ويقول قبل من خمس سنوات يقول حصل أنني تركت الصلاة وكذا يقول بدأ أمامي تظهر أشياء غريبة وألوان وأرى الأمور على غير صوريها مثل ما ذكر في سؤالي ويريد نصيحها يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا خذها قاعدة في حياتك المؤمن في هذه الدنيا مبتلة الله عز وجل ماذا يقول يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين والله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل ويقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الصخط فيا أخي الفاضل بارك الله فيك هذه الدنيا دار ابتلاء هذه الدنيا دار أعراض دار أمراض هذه الدنيا فيها مفاوز و عقبات ما يمكن الدار التي فيها الراحة التامة هي الجنة رزقنا الله و إياكم الجنة هذا أمر الأمر الثاني ارتكبت يا أخي الفاضل خطأ كبير حينما تركت الصلاة لأنك هدمت ركن من أركان الإسلام بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة هي هذه الصلاة التي سماها الله عز وجل إيمانا و لذلك الآن الآن يجب عليك أن تعود إلى الصلاة و يجب عليك أن لا تفرض في أي فرض من فرائض الله عز وجل و يجب عليك أيضا أن تستغفر و أن تتوب عما سلف و كان و تكثر أيضا من النوافل السنن القبلية و البعدية يسمونه السنن الرواتب صلاة الضحى قيام الليل هذه مهم جدا عندك أمر آخر ربنا جل وعلا يقول و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين بعض الناس يعني قد يبتليها الله عز وجل مثل حالتك لأن الله تعالى يريد أن يرجعه إلى الطريق السليم و إلى الصراط المستقيم بعض الناس لا ما عنده الإحساس هذا فأنت يا أخي محمد بارك الله فيك واضح أن الله عز وجل أراد لك الخير حينما جعلك تنتبه لمثل هذه القضايا حتى ترجع إلى ربك و مولاك في من الناس و العيادة بالله ماتت قلوبهم ما عنده إحساس و لا يتحرك للشعور أمام هذه القضايا فأعود إلى ربك فإن الله عز وجل يناديك بالرجوع إلى الصلاة يناديك بالرجوع إلى ذكره شيء طبيعي يا أخي الفاضل أن الشيطان يعبث بالإنسان الذي لا يذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يذكر الله و الذي لا يذكر الله مثل الحي و الميت مثل الحي و الميت فأنت لا تجعل نفسك في عداد الأموات الذين لا يذكرون الله اجعل نفسك في عداد الأحياء الذين دائما ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل فعد إلى ذكر الله عز وجل و التزم يا أخي الفاضل بارك الله فيك منهج يومي و هي قضية المحافظة على الصلوات الخمس أن يكون لك ورد يومي هذا الورد تبدأه من أذكار الصباح و المساء ثم تقرأ لك جزء من القرآن أو جزئين على حسب وقت الفراغ الذي عندك ثم تحرص بارك الله فيك على كثرة الاستغفار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أو أستغفر الله أستغفر الله احرص بارك الله فيك على أن يكون لك نفع متعدي أنت في بلد هناك في ألمانيا كثير من المسلمين يحتاجون إلى مثلك في مساعدتهم في الوصول إليهم في تخفيف آلامهم في التخفيف من أحزانهم في التخفيف من المعاناة اللي يعانونها من الفقر و التشرد فشيء جميل أنك تعيش للآخرين فهذا بإذن الله يذهب عنك ما تجد و تحاذر أمر آخر لا بد أن تعطي نفسك نفس طويل يعني أنت الآن لما أنا أنصحك ليس بالضرورة أن يكون الحل غدا ليس بالضرورة قد يطول حتى يرفع الله درجتك و يعظم الحسنات اللي عندك و يكفر عنك الخطايا و السياد فاعطي نفسك نفس طويل اعطي نفسك فرصة أنك شاء الله بإذن الله تحسن و لا تقول أنه والله أنا ما شفت هذا و أنت طالب النصيحة بالأمس مثلا لا اعطي نفسك و حاول أن تعيش هذه الأجواء في مسألة مهمة احتمي بالمسجد احتمي بالمصلى احرص بارك الله فيك على أن تبتعد عن الأماكن الموبوئة المريضة بالمعاصي و الذنوب و الآثام و كن بحول المسجد و مع الصالحين و مع الطيبين ستجد هذا أثر هذا بإذن الله رب العالمين خالد من السلطن يسأل يقول ما حكم أو يقول هل أكل لحم الإبل ينقذ الوضوء أخي الفاضل جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقذ الوضوء و الحنابل من مفرداتهم يذهبون إلى أن أكل لحم الإبل ينقذ الوضوء و يستدلون بالحديث الصيح الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال لا فلما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم فأمر بالوضوء من لحم الإبل و هذا من مفرداتهم و الخروج من الخلاف دائما إذا كان الإنسان الحمد لله عنده قدرة على الوضوء و ما عنده مشكلة يتوضأ خروجا من الخلاف خالد يسأل يقول ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة أولا بالنسبة للصلاة تجنب جميع الأشياء المكروهة ولذلك قالوا بأن الفقهة لما يعدون مكروهات الصلاة يذكرون منها الفرقعة فرقعة الأصابع يعني طقطقة الأصابع و فرقعة الأصابع هذا يجعلنا من المكروهات و يرون في هذا آثار عن السلف من الصحابة يرون على أنه كانوا يسجرون عن مثل هذا الأمر فما يليق بالإنسان أن يفرقع أصابعه في الصلاة أو وهو جالس في المسجد لأن الإنسان منذ أن يخرج من بيته فهو في صلاة من تظر الصلاة في صلاة من تظر الصلاة و الفرقعة عموما يعني غير لائقة إلا لحاجة كأن يكون الإنسان مريض أو الإنسان يحتاجه و عنده نصائح طبية أنه يفرقع أصابعه و للأصل هي غير مرغب فيها طبعا هذا الكلام خارج الصلاة يا خالد أما في الصلاة مكروهة يقول خالد ما حكم الصلاة في الثوب الذي احتلم فيه الإنسان يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الذي احتلم فيه طبعا وأهم شيء إذا وجد أثر الاحتلام على الثوب أن يغسله إن كان رطبا أو يحكه إن كان يابسا كما جاء في الحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنه أنه كانت تحك أثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و كانت تغسله إذا كان رطبا فيصلي فيه تقول و إني لأرى أثره في ثوبي عليه الصلاة و السلام أما إذا لم يكن هناك شيء أثر ما وجد أثر فيصلي فيه الحمد لله إذا وجد أثر يغسل المحل فقط يغسل المحل فقط و طبعا هذا الغسل العلماء يرجعون إلى هل المني طاهر أم نجس و خلاف طويل الصعيب أن المني طاهر لو افترضنا الآن أن الشخص قال والله أنا صليت في ثوب بعد ما اغتسل طبعا اغتسل و صليت و وجدت بقية أثر المني هل أعيد الصلاة أقول لا ما تعيد الصلاة لأن المني طاهر لأن المني طاهر و ليس بنجس هذا فيما لو إذا لكن الوازع الطبعي يمنع الإنسان من أن يبقي أثر للمني على ثوبه و يذهب إلى الصلاة خالد يسأل يقول ما حكم ما حكم من يريد أن يغير مذهبه إلى مذهب آخر أخ الفاضل أولا ربنا جل وعلا رضي لنا الإسلام دينا يقول جل وعلا و رضيت لكم الإسلام دينا و يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام و يقول جل وعلا و من يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين فالإسلام هو المظلة العظيمة بالنسبة لدين الله عز وجل واحد بالنسبة للمذاهب الفقهية هذه المذاهب الفروعية هذه أصلا نشأت بعد فترة طبعا لما جاءت مسألة الاجتهاد تفرق الصحابة في البلدان و انتشرت الأحاديث و غابت هنا و يعني نشأت مجموعة مسائل جاء هؤلاء الأئمة الذين كان عندهم الاجتهاد المطلق فاجتهدوا فقعدوا بعض القواعد و إلا كلهم يعني لاحظ الأئمة الأربعة كلمتهم السواء إذا صح الحديث فهو مذهبي و كانوا يرجعون رحمهم الله تعالى فالأصل يا أخي الفاضل أن دين الإسلام من حيث الاعتقاد صحيح و هذا موجود في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و في آثار الصحابة لماذا الصحابة؟ ليش نهتم في الصحابة؟ لأن الصحابة اصطفاهم الله و اختارهم لصحبة هذا النبي كما اصطفاه أن يكون خاتم المرسلين و لذلك مهمة الصحابة نقل الدين لنا فهم أمنة يقول النسلم النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد و أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون و المقصود أن الصحابة أمنة و لذلك مهم جدا أن نتتبع آثارهم لأن الله تعالى رضيهم و اختارهم أن يكونوا نقل لهذا الدين و لذلك هذا دين الإسلام مسائل الفروع و تجدد المسائل هذه سهلة يعني سواء كنت على المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبي هذه مسألة المسألة فيها سهلة أهم شيء يكون عندك اعتقاد من كتاب الله و من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أيضا فقه من الصحابة الذين ما عرف عن واحد منهم أنه خالف في مسألة الاعتقاد و في مسألة الإيمان هذه مهم جدا أما مساء الفروع فالأمر فيها واسع و لله الحمد و المنة أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للمتسولين ما الموقف الشرعي معهم خاصة و أن الدولة منعت و أحيانا طبعا يثقلون على الإنسان فهل لو زجرتهم أدخل تحت هذه الآية و أما السائل فلا تنهر أخي الفاضل بارك الله فيك أولا يجب التزام طاعة ولي الأمر في ترتيب حياة الناس و تنظيم حياة الناس لأن هذا مهم و لذلك الآن لما صدرت الأوامر منع التسول على أبواب المسادل و في الشوارع يجب على الناس أن يتعاونوا مع ولي الأمر لأنه تعاون على البر و التقوى و المنع هذا ليس هو حرمان و إنما نقل هؤلاء المتسولين إن صدقوا إلى الجمعيات و إلى جهات ذات الإختصاص في قضية فتح ملفات لهم و إعانتهم و الوقوف معهم يعني هذا هو التنظيم الساري يعني قضية أنه ما يتركون الأمر هكذا مسيبا مرسلا كل واحد لأن وجد من المتسولين من و العياذ بالله يأخذ أموال الناس و يروح يشرف فيها خامر و يشتري فيها مخدرات و في من المتسولين من يأخذ أموال الناس و يروح يصنع فيها مسائل تمسأ من الدولة و أمن الناس و أمن المجتمع و التطرف و الغلو و الحاصل منهم من كان يتسول في من الناس و للأسف الشديد من يتاجر بالبشر يأتون إلى أطفال صغار ليسوا تبعا لهم فيأخذونهم يستأجرونهم أو يخطفونهم من الشوارع ثم يتسولون بهم و لذلك ملفات هؤلاء لو اطلع عليها الناس لشابة العيون أهداب العيون تشيب و لذلك من حق ولي الأمر أن ينظم حياة الناس و يحسم الشر عن الناس و يقطع هذه المفاسد فالآن يا أخي الفاضل أنت لست ملزما بمساعدتهم و لا يعني يليق بمسلم أن أيضا يتخلى عن أخلاقه أن الله عزوه و يقول و أما السائلة فلا تنهار أنت يا أخي الفاضل إذا طلب منك قل لهم هذه الجمعية و أنا أود لكم من الجمعية أو إذا شفت الإصرار اتصل على رقم مكافحة التسول اتصل على تقول والله أنا مللت منهم ما يحضرون شيء ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابهم عليك و الله عزوه و يحاسبهم لكن أنت حاول قدره مستطاعا لا تسجر حاول قدره مستطاعا لا تغلظ في العبارة لا قل الله يرزقكم شوفوا غيري الله يعطيكم إن شاء الله من خيره و من رزقه هذا الكلام طيب لأن الله تعالى يقول يا أبو محمد يقول و قولوا للناس حسنا قل جل وعلا و قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن فالمسلم يبقى على أخلاقه حتى لو كان الآخر يزعجه و يقلقه و يثقل عليه لا يلتزم بالأخلاق و مثل ما ذكر كلنا نتعاون على مثل هذه القضايا و الحمد لله جمعيات في البلد و في الدولة تقوم بجهد جبارة و مباركة و دلالة هؤلاء على الجمعية و الأخذ بأيديهم مهم جدا قد يجهلون و بعضهم قد يكون عندهم مسك أشخاص عندهم مئات الألوف و ما زالوا يستكثرون و النبي عليه الصلاة و السلام يقول يقول من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر آمال من كندا بارك الله فيها تقول لما بلغت تقول هي بلغت عمرها عشر سنوات تقول ما صمت ذيك الأيام أو تركت بعضها و تعمت عدم الصيام و بعدين أخبرت بهذا و يعني شيء من هذا القبل تقول كيف أكفر عن ذنبي أختي آمال بارك الله فيك الحمد لله اللي وفقك لتتنبهين لهذا الشهر ليس عليك إلا قضاء الأيام اللي أفطرتها فقط في ذلك الشهر الأول من ساعة بلوغك إذا تقولين رمضان كله تصمي رمضان كله إذا تقولين صمت بعضه و أفطرت بعضه تقديم بعضه فقط ما عليك الصيام شهرين متتابعين في أصح أقوال أهل العلم صحيح في قول يقول عن كل يوم شهرين متتابعين الصحيح بأنه أنت صغيرة كنت و معذورة بالجهل و معذورة بعدم العلم و أيضا في بلد قد لا يوجد فيه مثل هذه العلوم و هذه المعارف فتكتفين بالقضاء و رحمة الله عز وجل واسعة أم عبد الله بارك الله فيك الصلاة الضحى تبدأ من طلوع من طلوع الشمس طبعا بعدما ترتفع قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق ربع ساعة يبدأ وقت الضحى و ينتهي بأذان الظهر هذا باختصار يعني هذا كله وقت لصلاة الضحى أخت الفاضلة بالنسبة للمبلغ اللي أنت حطته في المصرف تقول أني أخذ عليه أكيد هذا المصرف الإسلامي يعني شغلك المبلغ هذا هذه يسمونها مضاربة مضاربة إسلامية يدخلها في شركات أو كذا يشغلها و يعطونك مبلغ تقولين وجدت خمس خمسمية و ثلاث ريالات و تصدقت فيها أو تخلصت منها تؤجرين على ذلك تؤجرين الله عز وجل هو المطلع على النيات لكن أنصحك إذا تقولي والله أنا ما أرغب الشغلة هذه مثل ما قلت أنتي و ما أحبها قوليني محطوها في حساب جاري روحي للبنك أو رسلي حد العيال لا لازم تروحين أنتي معك البطاقة و الهوية تقولين هذا حسابي أنا ما أبغاه حساب استثماري أنا أبغاه حساب جاري حطوه في حساب جاري ما لك شيء مدام كارها هذا الأمر بارك الله فيك أم عبد الله بالنسبة لأختك تؤجرين ليس بالضرورة أن تكون الزيارة بدنية كثير من الزيارات الآن الهاتفية الاتصالاتية تغني عن كثير من الحضور فهذا لك الأجر و الثواب عند الله عز وجل أم ياسر بارك الله فيك أم ياسر تقول عمرها خمس و ثمانين سنة تقول سوية عمليات ديسكو قلب مفتوح و مرارة و شيء من هذا القبيل تقول أصلي على كرسي أحيانا أنسى وأستدرسه وأحيانا تقول أحريصة على النوافل أم ياسر أسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على الطاعة أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما بقي خير مما مضى أنت على خير يا أخت الفاضلة و صلاتك على الكرسي شيء طبيعي لا تقلقين أنت عمرك خمس و ثمانين سنة و عندك الدسك و عندك عملية قلب مفتوح و مرارة و كل هذا أجر إن شاء الله ثواب لك بإذن الله و تصلين على الكرسي ما فيها شيء لكن أخت الفاضلة تصلين صلاة عادية طبيعية الله أكبر و إذا تركعين تقول الله أكبر سمع الله لمن حمد ما تكلفين نفسك تنزلي مثل بعض الناس أو بعض الناس يضع يديه هكذا لا ما يصل أبد و أنت على الله أكبر تضع يديك على فخوذك سمع الله لمن حمد و بعدين تنزلي راسك شوي السجود تنوين السجود بهذه الطريقة إذا نسيت يا أخت الفاضلة نسيت شيء ناقص إذا كان في الواجبات تسجدين للسهو إذا كان في الأركان مثل ركعة أو ركوع أو سجود تأتينا بالركعة كاملة بارك الله فيك تقول والله دائما أنسى صير أنسى كثير أنا أفضل لك يا أخت الفاضلة إن واحد من أولادك أو بناتك يصلي بكي يقف على إذا كان بنتك تقف على يسارك و أنت تقفين على يمينها و تصلي بك يعني تنتظرين و تصلي ما دام تقول والله أنا أنسى كثير إذا قلت لي لا أنسى والله قليل لا لا استمر الصلاة لوحدك و أهم شيء الفرض صلاة النفل أهون يعني المسألة فيها أخف لكن أهم شيء الفرض إذا بغيت تصلي نشوف أحد أولادك أو أحد بناتك إذا كان أحد أولادك يصلي يتقدمك يسير قدامك و أنت وراه و هو يصلي و أنت على الكرسي إذا أحد بناتك لا أنت تصلي على يمينها زين بارك الله فيك و هي على يسارك و تصلي بك تضبط لك الصلاة أو تقولي والله لأحد بناتك شوفي أنا بصلي الآن الفرض إذا شفتيني نقصت ركعة قولي لي سبحان الله حتى أنتبه و تكملين صلاتك بارك الله فيك و رضي الله عنك و الله يتقبل منه و منك انتهت الأسئلة و انتهى وقت البرنامج أشكركم على المتابعة أشكر طاقم البرنامج أيضا على جهوده لترككم غدا بحول الله و بقوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين و أنزلنا إليهم و أنزلنا إليهم